وقع المغرب ألمانيا اليوم ببرلين إعلان نوايا مشترك بين وزارة الطاقة والمناجم والبيئة المغربية والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في المغرب ووقع إعلان النوايا سفيرة المغرب ببرلين زهور العلوي وغيرد مولر الوزير الاتحادي للتعاون الاقتصادي والتنمية لجمهورية ألمانيا وتسعى الاتفاقية إلى تطوير قطاع امتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب وإقامة مشاريع واستثمارات في مجال استخدام المواد الخام ومصادر الطاقة البيئية وستمكن هذه الاتفاقية المغرب من بناء أول مصنع صناعي للهيدروجين الأخضر في القارات الإفريقية